وكتبت في نهاية كل مقال الحديث بقية إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية لأني دائماً أستحظر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك روات المذي وابن مادة وصحاة الألباني أقول وأنا اليوم بين الستين والسبعين والله يتولاني برحمته ويغفر لي ولوالدي وللمسلمين وإني والله أجتهد على قدر ما أستطيع أن أكون خالي من الظلم لأحد كائناً من كان وما أكتبه أرجو ثوابه من ربي ناصحاً للمردود عليه حتى يرجع ويتوقف لكي لا يزداد إثما ولقد راسلني أكثر من أخ منه من السعودية والجزار ومنه من الكويت يبدون لي بعض الملاحظات التي هي في ذهني وما غابت عني وسأبينها إن شاء الله تعالى لأنني ما انتهت من الكتابة بعد وأما بعض الشباب الذين يتطاولون علي وهم من سن أوسط أو أولادي فهو الذي نفس بيده بأني لا أقرأ ما يكتبون ولا أضيع وقت معهم فضلاً أن أرد عليه بل أسأل الله تعالى أن يهديهم ويصلحهم ويهذب أخلاقهم فالرد العلم مقبول ومطلوب وأما قلة الأدب والتطاول على من هو أكبر منهم سنًا فأمر قبيع لا يرضي الله ولا رسوله وفي الحديث الصعيح عن أنس المالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا اشتركوا في القناة